أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأدوار التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحرصها إلى جانب الدول الشقيقة على الدفع بمسيرة العمل المشترك نحو أفاق أكثر شمولية تصب في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك في إطار زيارة سموه إلى مدينة رياض بالمملكة العربية السعودية لترأس وفد مملكة البحرين نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه مالله لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله إلى أخي صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية وتمانية جلالته للأردن وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار فيما أبلغ صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية سموه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وخلال اللقاء تم مناقشة آخر المسجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث أكد سموه على أهمية أن يكون السلام والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأهمية تجنب العنف وحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وصولا لهدنة إنسانية وضرورة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين إلى جانب فتح ممرات إنسانية من أجل إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة من دون عوائق وأنوها سموه بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي عززتها الروابط الأخوية الوطيدة بين البلدين وشعبهما الشقيقين مشيرا إلى ما تشهده من مسارات التعاون المشترك من تقدم مستمر في شتى المجالات والحرص على مواصلة تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة